قادما من أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين يحط الرحالة بالعاصمة الألمانية بيرلين في جلسة محادثات جمعته مع نظرائه الألماني والفرنسي والبريطاني لمناقشة الجهود الدبلوماسية المشتركة لدرء شبح الحرب مع روسيا في ظل تقديرات غربية بأن موسكو على وشك غزو الجارة أوكرانيا وزيرة الخارجية الألمانية وخلال هذه المباحثات ناشدت روسيا تخفيف حدة التصعيدات في أزمتها مع أوكرانيا وأكدت أن أي عمل عدائي روسي جديد ستكون له تداعيات خطيرة فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي تطورات الأزمة على الحدود مؤشرا على التوتر وتهديدا حقيقيا في حين ددت الكريملين بالتصريحات الأمريكية مبديا امتعاضه من التهديدات التي تحملها ومحذرا من استخدامها كذريعة لعسكرة المنطقة وتقريب الحلف الأطلسي من حدودها التصريحات تتكرر على الدوام ولا تساهم في تهديئة التوتر الحالي بل إنها قد تساهم في زعزعة الوضع إن هذه التصريحات يمكن أن تثير آمالا خاطئة كليا لدى بعض المتهورين الأوكرانيين الذين قد يحاولون حل المشكلة في جنوب شرق أوكرانيا باستخدام القوة في الأثناء أعلنت روسيا عزمها البدء في إجراء سلسلة من التدريبات العسكرية البحرية في الشهرين الجاري والمقبل بهدف حماية مصالحها في المحيطات حول العالم خطوة تتزامن مع إعلان الولايات المتحدة أن حلف الناتو يعتزم إجراء مناورات غير مسبوقة لمشاركة آلاف العسكريين في منطقة القطب الشمالية ووسط سخب التصريحات والإعلانات يرتقب أن يلتقي غدان الجمعة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين بنظيره الروسي سيرجي لافروف بجينيف في إطار فتح حوار بين البلدين لمناقشة عدة مواضيع من شأنها أن تخفف التوتر بينهما فهل سيتجه مسار الأزمة بين موسكو والغرب إلى تهدئة وبعدها الحل أم نحو مزيد من الصدام وربما المواجهة